هذا وقرر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعماله وبناء على اقتراح هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الرئيس الفخري للمجلس منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين والذي يتم منحه لشخصية قيادية أمنية كان لها دور متميز وفعل أحب السمو والمعالي أيها الحضور الكريم لقد قررت هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى لمعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين تقديرا لدعمه لمسيرة التعاون الأمني العربي ويقوم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي بتوشيح معاليه الوسام فليتفضل سموه مشكورة أصحاب السمو المعالي يسعدني أن أعرف عن أصدق مشاعر الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف على تفضله بتكريمي بوسام الأمير نايف للأمن العربي معبراً عن اعتزازي وفخري باختياري من قبل أعضاء هيئة أمناء الجائزة وبهذه المناسبة الضيبة أتشرف بإهداء هذا التكريم إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مفدى حفظه الله ورعاه وأدام عزة الذي منحني الثقة السامية وشرفني بقيارة وزارة الداخلية فبفضل توجيهاته السامية والدعم والرعاية الدائمة تحقق لي هذا الإنجاز الأمني الرفيع كم يسعدني أن أنال وسام الرجل الذي ارتبط اسمه بالأمن العربي صاحب السمو الملكي الأمير نايف من عبد العزيز آل سعود رحمه الله الذي عاصر نشأة هذا المجلس وتولى رئاسته من بداية تأسيسه في الثمانينات حيث حافظ رحمه الله على هذا الكيان والتماسك من خلال إيمانه بأهمية حضور مجلس وزراء الداخلية العرب في استراتيجية الحفاظ على الأمن والاستقرار العربي وعندما نقيم ما يعانيه الأمن العربي هذه الأيام ندرك تماما بعد النظر والأفق الأمني والمشاعر العروبية الأصيلة التي حظى بها سموه رحمه الله إن وضع الأمن العربي أيها الأخوة يتطلب منه مزيدا من المشاركة والحضور في القضايا الأمنية الاستراتيجية لتكون وجهة نظرنا أساسا في مناقشات وقرارات القمم العربية متمنيا لمجلسنا التوفيق والسداد لمواصلة التعاون التي أسسها سمو الأمير نايف ويسير على نهجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود من نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الرئيس الفخر لمجلس وزراء الداخلية العرب شاكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته